طيب نروح ليه واحد من اهم الصحفيين في العالم واحد من الصحفيين الكبار ادار حوارات صحفية مع اعظم نجوم العالم ادار حوار صحفي شهير مع نجمنا المصري الكبير محمد صلاح ونجوم اخرين كسر الصحفي بصحيفة اس الاسبانية ادوارد كورانجو معايا عبر سكايب الان يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا عبر برنامج رقم عشرة التلفزيون المصري اشكركم وشرف لي الاول عايز اسمع رأيك بشكل عام عن بطولة كأس العالم 2022 التي اقيمت في قطر وفائزت بها الارجنتين في النهاية انه كأس العالم فانه كان شاك جدا وكان ملئم بالمفاجآت واعتقد انها تم المنتخب الاسباني قد احبط فانه خرج مبكرا واعتقد ان ارجنتين كانت في البداية الامر كانت متعثرة لانها بدأت غول ورايتها بطريقة سيئة واعتقد ان كيران انباتي كان يدعم الفوز بفرنسا بكاس العالم انه من افضل اللعيبة وانه بنفس مستوى كريستانو ونونالدو وانه من احسن اللعيبة اعتقد في تاريخ كورة القدر لماذا قدمت اسبانيا او لم تستطع اسبانيا الوصول بعيدا في كأس العالم هذه البطولة لويس انريكي اعتقد ان هو عقد اكتماع انه كان لديه انبوعة سيئة او انبوعة سلبي فانه كان يلعب ببعض اللعيبة وقد وضع بعض اللعيبة في اماكن لم يعتدوا عليها وانه كان يخطئ في وضع اللعيبة في براكزهم فاعتقد اسبانيا والرويس انريكو لابد انهم يعتذروا للجمهور الاسباني انهم لم يلعبوا جيدا ضد المانيا ولم يلعبوا جيدا ضد اليابان وبالتالي خسروا امام المغرب مباراة المنتخب الاسباني امام المنتخب المغربي رأيك ايه فيما قدمه المنتخب المغربي في هذه البطولة بشكل عام وما قدمه المنتخب المغربي قدام المنتخب الاسباني أنا أعجبني الفريق المغربي المنتخب المغربي فأعتقد أنه من أفضل المنتخبات التي لعبت أنا أعتقد أنه سيفيزر بعض المستوى لكن أنا أعتقد أنه أعجبتني العراف وبعض اللعيبة فأعتقد أن هذا المنتخب كان يستحق أن يصل للنهائي لأنه كان صارع من أجل الوصول لهذا فأنا فرحت جدا وصعدت أن المغرب تقدمت لأبعد من ذلك وبالتالي أنهم كانوا اللعيبة فهموا أنهم من المهم جدا أن يكونوا لعبوا بروح الفريق وليس كل لعب على أحد وبالتالي أنا أتفهم هذا وأتفهم بهذا كان على العكس المنتخب الأسباني ما هي معلوماتك عن المشكلة التي حدثت لي كريم بن زيمة في معسكر المنتخب الفرنسي هل فعلا خرج كريم بن زيمة وهو سليما من معسكر المنتخب الفرنسي بمشكلة معدي ديدي الشام؟ العلاقة بين المدرب واللعيبة كانت سيئة جدا أعتقد أن هم كانوا يحاولون أن يبزروا كثير من المجهود ولكن أعتقد أن نوعية العلاقة الجيدة كانت بينهم كانت منعادة مجيدا فأعتقد أن الحكومة الأسبانية قد ضغطت على المنتخب وده كان له تأثيره السيء السلبي وأعتقد أن كريم بن زيمة كان يجب أن يعود لأسبانيا وبالتالي أعتقد أنه كان يريد أن يتواجد في مكان هو غير مرحب به فأعتقد أن هذا هو الدافع لأنه كان هناك خارج اليقاء لمدة خمسة أيام وبالتالي كان قرره للحاسم أنه لابد أن يذهب ويترك الفريق هل عندك أو لديك أي معلومات عن فكرة انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي هل هذه التقارير صحيحة من وجهة نظرك أعتقد أن المحيط بكريستيانو رونالدو بينفو هذا ولكن أعتقد أن بعض الناس المقاربين منه قد أعلنوا بطريقة خاصة ولكن ليس على الملأ بأن كريستيانو نعم هو يتمنى يجرب هذه الخبرة لأنها خبرة أعتقد أنها خبرة اقتصادية من أفضل عروضة التي عرضت عليها وأعتقد أنه سوف يقوم ببنزل جهدي وأعتقد أنه تم رفض عروض أخرى ولكن كريستيانو ظهر وقال أن هذا الكلام غير صحيح ولكن هناك محتمل بأن كريستيانو من رونالدو أنه قد يذهب للعب أو الاحتراف في المملكة العربية السعودية هل من الممكن أن يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى؟ الريال مدريد لا يريد كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو عرض نفسه اللعب في الريال مدريد بمرتب أقل من قبل ولكن فورنتيانو باريس يعتقد أن رونالدو ليس بالمستوى المطلوب الآن في الريال مدريد فهو يريد أن يجذب الشباب المهريين أكثر والأقل سنن وبالتالي الريال مدريد يتفهم عرض كريستيانو رونالدو وهو كان رمز لهم وكان نموذج ولكن أعتقد بأنه لن يتعاقد معه تقارير صحفية كثيرة تحدث اليوم عن احتمالية انتقال كريستيانو مبيئ إلى الريال مدريد بعرض ضخم في الصيف القادم هل هذا الحديث صحيح أم خاطئ؟ ريال مدريد أنه غاضب جدا من مبابي لأن مبابي وعده في الصيف الماضي وغير وعده مع فرونتيرو باريس وبالتالي أن المحيط بتاع مبابي حسب المعلومة ثلاثة الأدية فأنهم يعرضون مبابي للريال مدريد لأن أعتقد أن مبابي ليس سعيدا في البيس جي أو باريس ولكن أن ريال مدريد لم يصبح عنه ما قام به من قبل ولكن الآن أعتقد أنه من المستحيل أن يلعب مبابي في ريال مدريد فإن فرونتيرو باريس يقول لا يقول أنه من المستحيل هذه نقطة في منتهى الأهمية في رأيك في رأيك عندما التقيت محمد صلاح انتبعاتك عن محمد صلاح كواليس هذا الحوار كيف وافق محمد صلاح على إجراء هذا الحوار كيف فوت محمد صلاح على إجراء هذا الحوار وكيف وافق على إجراء هذا الحوار عندما قابلت محمد صلاح فهذا كان نتيجة لعمل ست سنوات من الساعات الأولى من الصباح حتى ساعات الفجر لنفس اليوم وكنت بعمل مقابلة كثيرة وبالتالي استطعت أن أصل للمحيط محمد صلاح حتى استطيع الفوز مثل هذه المقابلة فأعتقد أن محمد صلاح كان يريد أن يلعب في ريال مدريد ولكن ريال مدريد لم يريد التعاقد معه محمد صلاح قال لك أنه أريد أن يلعب في ريال مدريد هذا انتباعي هذا رأيي هو لم يقول له بطريقة واضحة ولكن ترك عندي انتباع بأنه كان يريد أن يلعب في ريال مدريد إلا أن ريال مدريد فريق عظيم وأعطاك أن ريال مدريد كان يقول لا هل الانتباع ده بنيت على فكرة مقارنة بتفضيله اللعب في ريال مدريد أو برشلونة فمال لريال مدريد يعني كيف كونت الانتباع ده أنا أعتقد خارج الكاميرات كنت أتحدث مع صلاح كنت أسأله دائما عن ريال مدريد وهو كان في رأيي كان يفضل ريال مدريد عن برشلونة هذه كانت محادثة شخصية بيني وبينه ولكن لما أستطع أن أعلن عنها فأنه يعشق ريال مدريد جدا أنا بشكرك شكرا جزيلا الصحفي الأسباني إدوارد كورناجو صحفي بصحيفة آس الأسبانية الشهيرة واحد المحظوظين اللي عرفوا يعملوا حوار مع محمد صلاح ونجوم عالمية كبيرة أخرى واحد من الصحفين اللامعين اللي عندهم دايما أكبار كبيرة ومهمة جدا بتهز العالم كله كان ضفنا فيه برنامج رقم عشرة اشتركوا في القناة